الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الاخت المؤمنون لقد تناقلت وسائل الإعلام في الآوينة الأخيرة أمرين مؤسفين يقتضيان منا أن نراجع سلوكنا لنصحيها منهما يحتاج إلى تصحيح أما الأمر الأول فهو وفاة وعدد من الأطفال غرقا في غضون أيام قلائل في بعض أحياء طوبة ونحن لا نشك في أن الموت لا يكون إلا بأجل مسمى لكننا نود أن نتواصى بمزيد من العناية للأطفال إن الأولاد أيها الاخت المؤمنون منحة من الله تعالى وزينة للحياة لكنهم في الوقت نفسه في امتحان واختبار وقد بيّن الله ذلك في مواطن عديدة من القرآن الكريم وهذه الصفات المجتمعة في الأولاد تجعل مسؤولية أولياء الأمور كبيرة وتتمثل هذه المسؤولية في تربيتهم وحمايتهم بطريقة تجعلهم عبادا لله نافعين لأنفسهم ولمتبعاتهم وتحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة لكن ما نشاهده من كثير من أولياء الأمور هو التقصير في هذه التربية وفي هذه الحماية فكثيرون منا حين يغيب عنهم أطفال ممنهم تحت مسؤوليتهم لا يكلفون أنفسهم عن البحث عنهم وعن الظروف التي هم فيها بل يتنافسون السعادة لتخلصهم من مشاكلهم لفترة معينة على الأقل نعم سنتي الله لكي نتبي صلى الله عليه وآله وسلم بنياني اللهم دولك خير والأكم مج موماكم يبوتم أكي صحابم أكيب كياتي أوليانم موماكم يبوتم أكيب كياتي أوليانم بنياني اللهم دولك خير super ذي أن يساغنا على أن يكونون ما يبوتم أكيبك ومن Elite موماكم يبوتم أكيب كياتي أوليانم أتمنى كياتي أطلب أن يكونون باكياتي تأتي موماكم مرموماكي أن أكيب كمهي من أطفال أطفال لا يمكن تأتي موماكي أن، وموماكم في تلك أطفال أطفال الأطفال الأطفال أطفال الأطفال من الموامكي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر